السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم النهاردة بإذننا هناخد قصة طموح جارية عندي في الترمي الاول 8 فصول هناخد اول فصل النهاردة باسم دعاء قبل مناخد اول فصل عايزك تعرف الشخصيات بحاجة مهمة جدا هناخد الشخصيات الرئيسية التي بتدور حولها القصة عندي بطلة القصة اسمها شجر الضر شجر الضر دي هي بطلة القصة مين شجر الضر؟ كان يقال ان هي من تركيا او من ارمانيا بس قومها اسمه الخوارزمية شجر الضر كانت حرة بس اللي حصل لقومها انه هجم عليهم التاطار اللي هم المغولي اللي بتاخد عنهم في التاريخ دول كانوا قبائل من اسيا هجموا على الشرق ليستولوا على خيرات الشرق فلما هجموا على الخوارزمية هدموا الملك بتاعهم ينزقوا شملهم وتفرقوا فاسبحت شجرة الضر تبايع وتشترا في الاسواق جارية تبايع وتشترا في الاسواق النخاسة اشتراها مين من لطف ربنا اشتراها الملك نجم الدين ايوب مين الامير نجم الدين ايوب هو ابن الملك الكامل مين الملك الكامل طب انت معرفتنيش مين هو الامير نجم الدين ايوب الملك الكامل هو كان حاكم مصر والشام في ذلك الوقت الامير نجم الدين ايوب بعد لما اشترى شجرة الضر انجب منها طفل اسمه الخليل فاصبحت بذلك شجرة الضر حرة لأنها جابت له طفل حمل اسمه فأصبحت بذلك حرة وأصبحت زوجته بتشاركه حلمه ليصل لحكم مصر ويصبح وليه للعهد لواليده الملك الكامل الملك الكامل معلومة لك أنت تزوج امرأة ثانية غير أم نجم الدين أيوب اسمها سوداء بنت الفقية هي اسمها سوداء وهي الصفات اللي بتعملها في حياتها كلها سوداء سوداء بنت الفقية كانت بتضبر أن هي تعز الأمير دي جم الدين أيوب عن ولاية العهد ويصبح مكانه ابنها اللي هي عن جابته سيف الدين وليا للعهد ليصبح ملك مصر وشام بعد أبيه هنقرأ الفصل الأول ونشوف الأحداث بتدور في ايه الفصل الأول باسم دعاء الدعاء دي احنا بندعى ربنا انت بتدعى ربنا في كل وقت بتدعى ربنا ان هو ينجحك بتدعى ربنا ان هو يوفقك في اللي انت بتعمله بتدعى ربنا ان هو يصلك امورك فاحنا على طول بندعى ربنا بيقولي تدور احداث هذا الفصل حوله امنية شجر الدر في وصول زوجيها نجم الدين لحكم مصر انا عرفتك الاحداث في الاول وعرفتك الشخصيات عشان لما انتكلم في شخصية نجم الدين هو زوجي شجر الدر وانجميناها طفلها الخليل هذا الوطن العظيم معنى كلمة ارتقى يعني صعدة وارتفعة المؤذن دراجات المأذنة يبقى ارتقى المؤذن دراجات المأذنة المأذنة اللي هي المنارة الطويلة اللي بتشوفها في المساجد يؤذن عليها للصلاة احنا بنتكلم في العصر الايوبي يعني ما كانش هناك في ميكروفونات ولا سماعات يوصل لك العزان فكانت منارة الجامع عالية جدا زي ما انت بتشوفها كده البيوت زي ما كانت اخرها دورين تلاتة ما فيش ازيب من كده فكانت منارة الجامع لازم تبقى منارة بتاع الجامع كانت لازم تبقى طويلة كده عشان كل سكان المنطقة يرونها من بعيد لكي يذهبوا للصلاة وكذلك لما يطلع عليها المؤذن يؤذن بصوته يصل لكل هذه البيوت فكان المؤذن يصعى للمأذنة الطويلة انت بتشوفها بتاعت الجامع دي عشان يؤذن عليها ثم خرج الى شرفتها الشرفة زي البلكونة كده في اوضة بتبقى فوق كده في المأذنة بيطلع فيها المؤذن عشان يؤذن شرفتها النافذة المستديرة واخذ يشقه كلمة يشق يعني يقطع بصوته الرخيم صوته الجميل الرخيم يعني الليل والسهل سكون هدوء الليل يبقى المؤذن طلع يصلي في الفاجر فهو يقطع سكون الليل الليل اللي هو هص هص ده هيقطعه بصوته بقى قبيل الفجر يتوسل الى الله يبقى هو لسه مش هيئزن بقى هو لسه بيدعي يتوسل يعني يتقرب الى الله ويدعوه ان يفرج يفرج يعني يكشف الكرب الكرب اللي هو الهم والشدة ويدفع البلاء البلاء اللي هو المحنة والمصيبة ويرد عن امة العرب ما يحيق بها من البلاء يحيق بها يعني اللي بيحيط بالامة العربية من البلاء اللي بيحيط بالامة العربية الفرنجة الفرنجة اللي هم اللي هم الصلويون اللي هم جم من اوروبا ليستولوا على خيرات العرب وشرور التطار التطار دول جم من فين جم من آسيا برضو ليستولوا على خيرات العرب كل ده جاي عشد يحتل الشرق ويستولى عليه وقد جلس المصلون في المسجد خاشعين كلمة خاشعين يعني متذللين وخاضعين لله متجهين إلى القبلة المصلين كلهم بصين للقبلة يؤمنون يقولون أمين وراء المؤزن المؤزن يدعو وهم يقولوا وراء أمين على دعائه كما يسألون ربهم المجيب أن يلهم العرب السواب يلهم يعني يرشد العرب للصواب يعني الله سبحانه وتعالى يلهم العرب إيه يعملوا اتجاه التطار والفرنجة كي يزيل عنهم هذا الهم والكر وينبئهم إلى ما يحيط بهم من الأخطار وأن يعودوا إلى وحدتهم كل ده يسألوا ربنا أنه يجيبوا لهم ليتمكنوا من تطهير أرضهم من الفرنج الذين دنسوها الفرنج قلنا اللي هما جم من أوروبا دنسوها يعني لوثوها ورطخوها وما فعلوا ذلك إلا حين رأوا ضعف العرب يبا هما جم ليه؟ عشان العرب كانت ضعيفة في ذلك الوقت ليه العرب ضعيفة؟ عمنا عرف بسبب نزاع اختلافة الامراء كانوا يتخنجوا على الحكم ومرائهم على الملك كل واحد عايز يمسك الملك مكان التاني فكان يتنازعوا يتقاتلوا في في ضعف للدولة في يجي لك بقى يحتلك بقى يحتلك بقى غيرك بقى يحتلك أي حد بقى عندما فيه تنازع في الداخل وتطاحنهم تطاحنهم بقى صراعهم على السلطان كلهم يتصارعوا من يمسك قبل مين فقرة التانية بتقول لي شجرة الضر تدعو الله وتشكره على نعامهم هنلاقي شجرة الضر إذا أقفى في شرفة المنزل بتدعو الله سبحانه وتعالى وبتأمن مع المؤذن على الدعاء اللي كان بيدعين وفي شرفة القصر الكبير القريب من المسجد الشرفة قلنا النافذة وقفت فتاة في مقتبل الشباب ونضرته مقتبل الشباب يعني أول الشباب وبداته والنضرة اشراق الشباب وحسنه وجماله تستمع إلى صوت المؤذن رافعة كفيها بتدعو الله سبحانه وتعالى إلى السماء تتوسل إلى الله يعني تتقرب إلى الله وترجوه أن يجيب دعاء المؤمن يعني بتطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعاء المؤمن وأن ينتقم من الطغاة كلمة طاغية يعني الظالم المتجبر الذي تجاوز الحد الظالمين ثم أخذت تناجي ربها بتخاطب الله سبحانه وتعالى وتدعوه بصوت منخفض وتقول حكمت علي يا رب أن أكون جارية هي بتتكلم بصوت منخفض خالص هي بتتكلم عن نفسها جارية اللي هي أمى تبع وتشترى في أسواق النخيسة تبع وتشترى بعد أن مزق مزق يعني فرق وشتت التطار يقولنا أنهم جم من آسيا يحتلوا الشرق شملة قومي شملة قومي يعني جمعة قومي وقودوا يعني كلمة قودوا هدموا ملكهم وأزالوا سلطانهم ثم أدركتني رحمتك يعني بعد ده كله لما قومها تنزق وهي بأصبح تبع وتشترى لما قومها لإسمهم الخوارزمية رحمة ربنا أدركت شجرة الضر إزاي هنفهم منها حين اشتراني رجل كريم أحبني ووثق بي يبقى هو رجل كريم اللي اشتراها هو الأمير الصالح نجم الدين أيوب الصالح ده لقب الأمير نجم الدين أيوب زي سيف الدين لقبه هل نعرفه اسمه العادل اللي هو ابن سوداء بنت الفقية وأعطيتني حريتي هي كانت جارية عند المال الأمير نجم الدين هتخذ الحرية أمتى حين رزقتني منه بابني خليل يبقى خالت الحرية أول ما انجبت طفلها خليل فأصبحت بذلك من الحرائر قد الحرية الأمن وتخلصت من الرق يبقى بتسنع لله سبحانه وتعالى مما أثاه ليها من نعم كثيرة وعظمة عرفنا من نشتراها وعرفنا أن نشتراها الأمير نجم الدين أيوب بعد كانت في محنة أن قومها تمزق وهدم ملكهم وكانت باعوا تشترك كان ممكن يشتريها أي حد ولكن أدركتها رحمة الله سبحانه وتعالى بأن يشتريها أمير وأن ينجب منها طفل وتصبح زوجته وتساعده لوصول لحكم مصر فيا رب احفظ ابني يبتدعي ابنها وسلمه لي وساعد زوجي الصالح نجم الدين أيوب على أن يعود إلى مصر سلطانا عليها يبتدعي ابنها يحفظه لها وأن زوجها يوصل لحكم مصر فقرة التالتة ذكريات جميلة وحلم الوصول لحكم مصر ولم فرغ المؤذن من توسلاته خلص المؤذن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى لما فرغ المؤذن من توسلاته اللي هو الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وانتهى من أذانه دخلت القصر وقامت الى صلاتها ثم جلست على اريكتها واطلقت العنان الذي تمسك به الدابة لخيالها وحدثت نفسها عن مصر وقالت هل ينسى احد مصر وفي حد ممكن ينسى مصر ما دخلها احد وحب ان يفارقها مفيش حد دخل مصر وحب ان هو يفارقها وما غاب عنها انسان وزايله خيالها زايله يعني فارقها وخيالها يعني مفيش انسان يغيب عن مصر ويفارق مصر وخيالها يسيب ذهنه ومن ذا الذي لا يشتاق الى النيل وهو يختال كلمة يختال معناها يزهو ويعجب بنفسه فالأم مختال يعني متكبر ومعجب بنفسه بين شاطئها كأنه شعاء من لؤلؤ على بصاط من سندس البصاط اللي هو نوع من الفرج ينسى عليه من الصوف والسندس هو الحرير الرقيق ومن ذا الذي لا يحب شعب مصر بيقولك مين دا لما يحب الشعب مصر فهو شعب لطيف ودود حليم كريم كل ذا صفات شعب مصر ان من يحكم مصر يستطيع ان يفعل الكثير فمصر قوة هائلة بشعبها وجيشها يخشى كلمة يخشى يعني يخاف العدو بأسها يبقى العدو بيخاف شدة وقوة مصر وبجيشها وجيش الشام نستطيع ان نصد نصد يعني نمنع خطر الفرنج اللي هما الصليبيون اللي هما جم من أوروبا وأن نهزم التطار اللي هما جم من أسيا دا كله طموح وأماني شجر الضر حكم مصر مملوك بالعقبات يعني صعوبات في الطريق والوصول ومواد أن تبنع الوصول إلى حكم مصر ولكن كيف السبيل يعني كيف الطريق هي بتحدث نفسها لنستغلت الوقت إلى حكم مصر إن دون دون يعني أمام ذلك عقبات عقبات غد صعوبات وموانئ كثيرة وأكبر عقبات تتمثلوا في سوداء بنت الفقية من سوداء بنت الفقية هي الزوجة الثانية للملك الكامل زوجة السلطان الكامل حاكم مصر والشام لقد استطاعت أن تجعله يخلع يعني يعزل ابنه الصالح نجم الدين أيوب من ولاية العهد الملك الكامل بأمر من زوجته لسوداء بنت الفقية استطعت أن يتعزل الأمير نجم الدين أيوب عن ولاية العهد وأن يولي مكانه ابنه سيف الدين يعني يتوفى الملك الكامل يمسك مكانه ابنه سيف الدين وهو أصغر من زوجي هو صغير عنه سن وأقل منه كفاءة ولم تكتفي بذلك ما اكتفتش بذلك ولم تكتفي بإقصاء إقصاء عن ابعاد زوجي عن ولاية العهد بل دفعت أباه السلطان الكامل أن يقصيه عن مصر أنه يبعد عن مصر خالص حيث تجعله أميرا على الثغور كلمة الثغر اللي هي الأماكن التي يخشى هجوم الأعداء منها اللي هي الحدود دلوقتي مثل المدن الساحلية ومفرد الثغور الثغر في الشام في مواجهة الأعداء ليخلو الجو لها ولإبنها سيف الدين يبحط ابنه حتة مطارفة كده من المدن الساحلية أن يحمي الحدود وهي في العاصمة التي تدير شؤون الدولة وكيف السبيل إلى حكم مصر وهناك عقبات أخرى تتمثل في التطار سوداء بنت الفقيدة عقبة ومن ثاني عقبة التطار اللي هم جم من آسيا يمزق شمل الشرق الذين يسيرون إلينا في ضروة كلمة ضروة يعني في عنف وشراسة وشدة ليكتسحوا البلاد كما اكتسحوا غيرها وفي الروم الذي لا تهدأ جيوشهم وفي أمراء بني أيوب وهم متنازعون متباغدون يبع عندي عقبة الأولى سوداء بنت الفقيدة العقبة الثانية التطار التالت الفرنجة الرابعة أمراء بني أيوب اللي هم المتنازعون وكلهم بيتخنجوا ويتصارعوا على الملك يكره بعضهم بعضا يعمل كل منهم لنفسه كل واحد بيقول أنا نفسي غافلا عما حوله مش مدرك اللي حوله ان التطار عايزين يجيو عليه يقضوا البلاد منه ومش مدرك ان الفرنجة عايزين يقضوا عليه ناسيا ما يحيط بهم من الوحوش الضارية المتوحشة ومفترسة لا يعرف أن الذئب يأكل من الغنم القاسية الذئب لما بيجي يأكل من الغنم بيأكل الغنم اللي بتمشي الوحدية كده القاسية اللي هي البعيدة عن الغنم العقبات كثيرة بالموانع كثيرة ولكن الأمل غال يستحق أن نعمل لتحقيقه بتقول أن العقبات والموانع كثير بس الأمل عالي برضو يستحق أن نعمل من أجله الأمل اللي هو الوصول لحكم نصر وأنه ضحف في سبيله وفي طريقه استغرقتها كلمة استغرقتها يعني شمالتها وشغالتها هذه الفكر ولم تشعر إلا وقد أشرقت الشمس وغمر ضوءها المكان ودبت الحركة فيه بفاجت من الخيال اللي هي فيها دي لما اشرقت الشمس وغمر يعني غعد عمى وغطى ضوءها المكان ودبت الحركة فيه يعني فيه الناس بيت تتحرك بقول الفقرة الخمسة حوار بين نجم الدين وشجر الدر ثم سمعت صوتا يناديها في اهتمام قائلا مولاي الأمير في انتظارك يا سيدتي بدي جارية عندها فهبت واقفة ثم صارت متهادية متهادية يعني متمايلة في مشيها باسمة الثغر كلمة الثغر هنا معناها الفم مشرقة المحايا الوجه يعني وجهها مشرق إلى حيث الأمير الذي صاح بها فرحا يحييها تحية الصباح يبا الأمير بيناديها اللي هو زوجها عشان يقول لها صباح الخير أصبحت بخير يا شجر الدر بل أحلى من شجر الدر بل أحلى من الدر كله كل دا غزل من الأمير نجم الدين لزوجته شجر الدر ثم جلسا يتناجيان كلمة يتناجيان يعني يتحدثان سرا وحدثته عما ضار في خاطره يبا حدثته اللي كان ماشي في خيالها دلوقتي حدثته به ان هو عايزة يوصل لحكم مصر خاطرها اللي هو مورد بها عقلها وقلبها منذ أدت صلاة الفجر وعن أمالها في حكم مصر وعن العقبات اللي هي الموانع اللي ذكرتها التي تحول تمنع دون ذلك فقال لها لقد نسيت عقبة مهمة قالت ما هي هي اللي قالت له ما هي رح قالها يعوزنا قالها يعوزنا ينقصنا ونحتاج إليه جيش قوي نواجه به العداء ونحقق به الأمان اللي أنت نسيت عقبة مهمة جدا نحن عايزين جيش قوي عشان نواجه به العداء ونحقق به الأمان اللي هو نوصل لحكم مصر رح تردت عليه قالت له هذا أمر سهل ويسير أنا سيت قومي من الخوارزمية الذين كانوا أتباع السلطان جلال الدين الخوارزمي أتباع يعني أنصار أعوان جلال الدين الخوارزمي وهم محاربون أقوياء سوف أعمل على توثيق توطيد وتقوية علاقتك بهم وسوف يكونون عونا يعني مساعدين لك وقت الحاجة سوف أتباع شكرا لك يا شجر الضر فأنت خير عون لي في هذه الحياة يبا هي هتساعد زوجها إنه يتواصل بقومها الخوارزمي اللي يكون منه جيش قوي ليواجه به الأعداء هنشوف الأسئلة اللي جاية على الفصل اللي هي سين وجيم اللي هو تحليل الفصل بيقول لي بما دع المؤزن ربه هو المصلون وراءه دعاه بأن يفرج القرب ويرد عن أمة العرب الأخطار التي تحت بها من بلاء الفرنجة والتطار يعود العرب إلى وحداتهم ليتمكنوا من تطهير أرضهم من الفرنجة وأن العرب كانوا متنازعين كان الأمراء بني أيوب يتنازعون ويتصرعون على الملك هل يكفى أن ندعو الله كي يرفع عننا البلاء لا بل يجب علينا السعي والجد لتحقيق أهدافنا بعزيمة قوية ويرادة حقيقية حتى نصل إلى مونوريد يبا ما يكفيش أن أنا أدعو ربنا بس أنه يفرج عن الكرب والهم ويجعد لأ لازم أتحرك وأعمل حاجة عشان أوصل لتفريج الهم والكرب ده ما الذي يساعد الفرنجة على احتلال أرض العرب؟ ضعف العرب هما كانوا ضعاف وتصارعهم على السلطان ضعف العرب بسبب نزاء أمرائهم على الملك وتطاحنهم على السلطان يبا هما كانوا بيقتلوا بعض ويسرعوا بعض عشان يوصلوا الكرسي ماذا طلبت شجرة الضر من ربها؟ يجيب دعاء المؤمنين اللي هو يصرف عنهم التطار والفرنجة وأن يوحل صفها للمؤمنين وينتقل من الطغاء الظالمين يحفظ ابنها اللي هو الخليل ويساعد زوجها على أن يعود إلى مسل السلطان اللي عليها يقول لي كرهت شجرة الضر والتطار ليه كرهت التطار؟ لأنهم ازقوا شمل قومها اللي هم الخوارزمية وهدموا ملكهم وأزالوا سلطانهم فأدركت رحمة الله شجرة الضر بأن اشتراها الأمير نجم الدين الذي أحبها كان ممكن اشتراها أي حد لكن لما اشتراها الأمير نجم الدين خلاص هي هاتب زوجة أمير ابن الملك الذي يحكم مصر والشام ثم أعطاها حريتها لما رزقت منه بابنها الخليل لماذا أحبت شجرة الضر مصر وشعبها؟ لجمال نينها وروعة أرضها وشعبها اللطيف الودود الحليم الكريم لماذا تمنت شجرة الضر أن يحكم زوجها مصر لأن مصر قوة هائلة بجيشها وشعبها ومن خلال جيشي مصر والشام كلمة الجيشية دي مسنة مصر والشام يمكن رده خطر الفرنجة وهزيمة التطور رأت شجرة الضر أن الوصول إلى حكم مصر دونه عقابات كثيرة اذكرها يعني هي رأت أن الوصول لحكم مصر صعب صعب ليه؟ يمنع أنه في عقابات هتحول بينها وبين الوصول لحكم مصر اللي هي إيه؟ أول حاجة سوداء بنت الفقيه اللي هي زوجة الملك الكامل زوجة السلطان الكامل أكبر العقبات دي كنت شايفها الصراع التطار إلى دخول البلاد التطار العايزين يهجموا على مصر والشام طمع الروم في مصر اللي هم الفرنجة الصلابيون الخلاف القائم بين الأمراء الأيوبين المتنازعين على الحكم على طول الأيوبين متصارعين على السلطان والحكم كيف كانت سوداء بنت الفقيه أكبر عقبة في سبيل حكم نجم الدين مصر أقول لك كنت أكبر عقبة إزاي؟ جعلت زوجها السلطان الكامل اللي هو زوجها يخلع ابنه نجم الدين من ولاية العهد ويولي مكانه ابنها سيف الدين وهو أصغر منه وأقل كفاء وكمان شاب فاسد دفعت السلطان الكامل أن يبعد نجم الدين عن مصر يبعده كمان عن مصر خالص ويجعله أميرا على الثغور في الشام خلق الأنانية أسوأ ما يبتل به إنسان هل تصدق هذه المقولة على أمراء بن عيوب؟ وضح نعم أصدق هذه المقولة فالأنانية خلق ذميم من التصف به خسر وهلك وهذا ما حدث مع أمراء بن عيوب فقد كان كل واحد منهم يعمل نفسه ولذلك تنازعوا وتفارقوا مما أطمع أعداءهم فيهم وأضعف دولتهم لما العاقبة التي ذكر بها نجم الدين شجرة الضر وبما أشارت عليه لحلها العاقبة هي احتاجهم إلى جيش قوي لمواجهة الأعداء وتحقيق الآمان طيب هي أشارت عليه هتوثق بينه وبين قومها هتوثق العلاقات بينه وبين قومها لهم آمين اللي هم الخوارزمية بتوثيق علاقته بقومها من الخوارزمية ليساعدوه وقت الحاجة كانت شجرة الضر جارية طموحة كانت شجرة الضر جارية طموحة دل على ذلك يبقى أول حاجة تحررت من العبودية والرقب بتزواجها من الأمير نجم الدين أيوب فكرت في تذليل العقبات التي تحول التي تحول تمنع دون وصول زوجها لحكم مصر استعانت بقومها الخوارزمية في دعم زوجها لبلوغه ملك مصر بيقول لي وراء كل عظيم امرأة عظيمة وضح ما تهدف إليه المقولة في ضوء الحوار الذي ضار بين نجم الدين وشجرة الضر ظهر دعم شجرة الضر لزوجها من خلال اقتراحها حلول لزالة العقبات التي تمنعها من الوصول لحكم مصر توثيق العلاقة بين زوجها وبين قومها الخوارزمية العرب أم مستهدفة في ماضيها وحاضرها في الماضي هاجمها التاطر والفرنج وفي الحاضر تعرضت لخطر الإسرائيليين يقول لي قارن بين شجر الضر وسوداء بنت الفقية في كيفية سعي كل منهما للوصول لملك مصر شجر الضر ساعت لمساعدة زوجها والوصول لحلمها بالعزيمة وعلو والهمة وحسن التدبير حيث كانت تعمل على تذلل العقبات يعني تيسر العقبات التي تمنع من الوصول لحكم مصر فكانت تعمل على تذلل العقبات لها سوداء بنت الفقية كانت تدبر المكائد وتحرد الملك الكامل على بث الفرقة والخلاف بين نجم الدين وسيف الدين ما كانتش بخليهم يحبوا بعض عايز في فرقة دائما اذكر الدروس المستفادة من الفصل اللجوء إلى الله وقت الشدة مع الأخذ بالأسباب نحن نلجأ لله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بالدعاء وجوب شكر الله دائما على نعم كما شكرت شجر الدر على نعم نعم الله سبحانه وتعالى عليها بعد أن مزق قومها أن اشتراها رجل كريم وأن أعطاقها وأصبحت حرة فرقة العرب تضعفهم وتطمى العداء فيهم كان تصرع الأمراء بني أيوب على الملك مما سبب لهجوم التطار والفرنجة عليهم وكذا نقول خلصنا الفصل الأول وانتظرنا في الفصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته